وبعد أن أسدل الستار على أكبر بطولة لكرة القدم في العالم وأهمها تمكنت نسخة هذا العام فيفا 2022 في قطر من تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ أم البطولات المسابقة الكروية التي تجمع العالم كل أربع سنوات نبدأ من الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في بطولة واحدة إذ بلغت في نسخة 2022 172 هدفا متجاوزة نسختي عامي 1998 و2014 شهدت أيضا هذه البطولة أكثر عدد من المباريات التي انتهت بركلات الترجيح في تاريخ المونديال بواقع خمس مباريات وهي المغرب وإسبانيا، كرواتيا واليابان، الأرجنتين وهولندا والبرازيل وكرواتيا وأخيرا النهائي الذي جمع الأرجنتين وفرنسا كذلك كما تجاوز عدد الجمهور في مباريات البطولة ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف مشجع وهو أعلى من العدد في النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا عام 2018 وأصبح مونديال قطر بذلك ثالثا من حيث الحضور الجماهيري في كل تاريخ البطولة شهد المباريات أيضا عبر شاشات التلفزيون نحو خمسة مليارات شخص حول العالم على الصعيد الاقتصادي جنة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نحو سبعة مليارات وخمسة ملايين دولار وهو رقم يزيد بمليار دولار على حصيلة مونديال روسيا 2018 وثمانية